ننتقل الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري خارج ليبيا ومن داخل ليبيا هناك عصابات ليبية مجرمين ليبيين يساهمون في الهجمات على المدنيين الآمنين في هذه المناطق واستخدموا عصابات إجرامية وإرهابية خارجية مثل بعض عناصر المعارضة تشادية بعض السوادين بعض النجريين بعض المجرمين الذين مطاردون في بلدانهم لجوا لهذه المناطق وبدوا عصابات قابلة للإيجار إذن هنا المسألة قوات مسلح فقط بل هي مسألة تضامنية بين كل مكونة الشعب على رأس المؤسسة العسكرية وبعد ذلك تأتي المؤسسات الأمنية والشرطية وبعد ذلك يأتي المواطن دائما المواطن هو له دور كبير جدا في تفبيت الأمن ويبدأ من الأمن الذاتي ما معنى الأمن الذاتي أن كل مواطن أنه يحط في تفكيره أو يعمل بقواعد أمنية لتأمين نفسه وتأمين بيته وبالتالي كل منطقة ستتم تأمين نفسه بذاته وتم القوات مسلحة راعية لهذا التأمين وبالتالي كل مواطن مثل ما حدث بنغازي حدث في دارنا الآن كل مواطن هو مسؤول مسؤولية اختامة على الأمن وليست مسؤولية قوات المسلحة قوات المسلحة مسؤولية القتال قتال الإرهابيين أنما كانوا تجد قوات المسلحة عربية الليبية وبالتالي نحن نسير الدوريات ندفع بسرايا وكتائب وألوية نحو مناطق معينة زي ما قلنا في مرة سابقة لا تسأل عن قوات راس السهم لا زالت في مهمتها حتى الساعة لا نسأل عن قوات الدعم ولا نسأل عن تحركات الجيش الليبي ولكن المهم أن المواطن يعرف أن تحركات الجيش الليبي هي من أجل المواطن الليبي من أجل حماية ليبيا من أجل هيبة ليبيا من أجل استقرار ليبيا من أجل إنهاء هذه الفوضى التي خلقت من أجل تدمير مقدراتنا ويجعل ليبيا قاعدة انطلاق نحو إرهابية نحو دول الجوار وبالتالي نحن في مهامنا لا نسأل أين نذهب لا نسأل أين نتمركز ولكن نوايانا هي هذه هي نحن نقاتل الإرهاب ونلاحق الإرهاب ونطالد الإرهابيين عندما حل سنكون بإذن الله تعالى سنأخذوا الآن مقطع فيديو ليحدها سرعيانا كلفت بدورية في جنوب الليبي في جنوب الشرقي بالتحديد في منطقة السارة الآن شوفوا اللقطات هذا طبعا في منطقة جنوب الكفرة هذه الجبال طبعا غنية بالمعادن وغنية بالذهب وغنية بكل شيء بالمياه بالغاز بالبترول الآن دورياتنا تشوفوا دوريات الاستطلاع هذه هجرة غير شرعية أو تهريب أو عمالة لا نعرف حتى الساعة لم نتم إعلامنا بذلك هذه الدوريات هذه منطقة السارة هذا مطار السارة العسكري متأثر جدا بالظروف الجوية هذه قاعدة السارة أنت تعرف قاعدة السارة جيدا كانت تمركز قوي للقوات المسلحة وبإذن الله ستعود قريبا تمركز قوي للقوات المسلحة لموقعها الاستراتيجي هذه المنفذ على حدود الشدية يجد بأحد على الإطلاق بإذن الله سوف يفعل قريبا بعد توفير الأمن للأجهزة الأمنية والجمارك والجوزات التي مفترضا تعمل في هذا المنفذ هذه الرمال حقيقة الرائعة جدا طبيعة خلابة ولكن هذه الطبيعة تم تدميرها بالإرهاب وبالإرهابيين حتى الشركات تركت تعمالها وتركت مشاريحها في الأراضي الليبية نظر الإرهاب ونحيي رجالنا رجال قوات المسلحة الذين قاموا بهذه الدورية الاستطلاعية التي هدفها تأمين الجنوب الليبي تقريبا هذا كل ما لدينا درنا الوضع كما هو عليه لذات قوات المسلحة أو بعض الصرايا التي تدعم وزارة داخلية في عملها في مدينة درنا تعمل جنب إلى جنب إلى وزارة داخلية والمعطيات جيدة نتائج وامتاز جدا عملية تطهير المدينة تحتاج إلى بعض الوقت وبإذن الله نحن نعمل على إنهاء المهمة العسكرية التي تستلم وزارة داخلية المهمة بالكامل وهناك تناغم كامل بين وزارة داخلية والقيادة العامة أو وحداتنا في تلك المنطقة عبر غرفة عمليات وعمال مختار وغرفة الأمنية المشتركة لتنفيذ الواجب القتالي في هذه المدينة الآن نذهب مباشرة إلى الملف الأهم والمهم جدا نحن نطالد الإرهاب والإرهابيين وجدنا عندهم الأليات الحديثة الأسلحة الحديثة المواد الغذائية الصلاحية جيدة أمكانيات هائلة مواد متفجرة مواد كيميائية كل شيء وجدنا عندهم لكن نحن نشوف الآن هذه الصورة تشوفيها هي لأسلحة تركية قبض عليها في بواخر كانت تنوي إنزالها في موانينها أو في مواني المنطقة الغربية بالتحديد في مناع الخمس وميناء مصراتها ألاف يعني قطع من السلاح يعد بالعاشرة وعشرين ألف ملايين من الزخيرة أنواع متعددة من الأسلحة هناك أسلحة الصيد قصيرة وهي لا تنفع للصيد بل تنفع لعمليات الشغب في المدن لقتال الشوارع لقتال العصابات على فكرة نحن على يقين كامل أن الاعتمادات التي تخرج من ليبيا توظف لشراء هذه الأسلحة هذه الأسلحة في طبرق الآن في مدينة طبرق قد تشوفيها الآن أمامكم في مدينة طبرق نشكر الشرطة العسكرية طبرق على القبض على السيارة كانت تحمل 165 بندقية تم القبض عليها من قبل واحدة وحداتنا تقريباً الكتيبة 188 استطلاع في منطقة الجغبوب وتم تسليمها للشرطة العسكرية الآن تحت التحقيق لا نريد أن نتحدث كثيراً في مصدر هذه الأسلحة الأسلحة التركية لكن إلعينا ذاهبة لا نعرف حتى الساعة لأننا لم تم إعلامنا بالتحقيق أو نتائج التحقيق لأننا لم يتم البعض ولكن تم القبض على هذه الشحنة إذن هناك أموال كبيرة جداً تصرف أو تدفع لإرهابيين آخرين هم غير الإرهابيين في الصحراء هم الإرهابيين الموجودين في تركيا تركيا أصبحت قاعدة للانطلاق قاعدة إرهابية لانطلاق العمليات الإرهابية نحو ليبيا أنا هنا ستحدث عن وطني وعن بلادي التي تجرعت السم من تركيا من هذه العمليات الإرهابية خبيثة تركيا سادرت حرية ليبيا وأمن ليبيا لصالح من لا نعرف لصالح من يتم تدمير الجيش الليبي ومحاربة الجيش الليبي لا نعرف هذه كلها إجابات التي هي لصالح الأمير أو لصالح السلطان العثماني أو لصالح دولة الخلافة أو لصالح مخابرات دول أخرى ولصالح دول أخرى تركيا أصبحت قاعدة إعلامية كبيرة جدا تبث من خلالها جميع القنوات الإرهابية المضادة للوطنية والتيار الوطني الليبي ولبناء الدولة الليبية وهي قنوات إرهابية تتبع بالحاج وتتبع الغرياني وتتبع خالد الشريف وتتبع عصابات إرهابية حوالي خمس قنوات إرهابية تبث من داخل تركيا إذن تركيا وفرت قاعدة إعلامية إرهابية تبث منها نحو ليبيا أولا ثانيا تركيا وفرت غرف عمليات لإدارة المعركة الإرهابية في ليبيا ولسيطرة على عمليات التي يقوم بها سواء في النفط سواء في المدن سواء في بنغازي سابقة في دارنا سابقا والحمد لله نقول الآن سابقا ولكن لازلت تركيا راعية للإرهابيين وتأوي الإرهابيين في أنقرة وفي إسطنبول وفي مدن أخرى من تركيا كذلك تركيا كل الأموال المسلوبة من ليبيا وتم نهبها من ليبيا تم نقلها إلى منطقة إلى تركيا في شكل استثمارات وفي منازل وشقق من الإرهابيين أموال ليبيا كلها هربت إلى تركيا ذهبت لتم تهريبها إلى تركيا وهناك عملاء في المواني وفي المطارات يقومون بمساعدة المهربين على التهريب في كل المطار ومعلومين لدينا كل واحد معلوم لدينا سجلات كاملة لكافة الإرهابية وعليه نحن نطالب ونكرد دائما أن المجتمع الدولي عليه أن يكون إلى جانب القوات المسلحة العربية الليبية لأنها هي تمثل الجهة الأمنية الوحيدة في ليبيا القادرة على تثبيت الأمن والاستقرار وبالتالي نطالبها بتحقيق دولي نقول دولي وليس محلي مثل التحقيقات السابقة التي نسمع بها في تركيا وفي دول أخرى وهي عبارة عن أشياء سورية واشياء إعلامية لا ترتقى إلى مستوى الحقيقة القرارات التي تم اختراقها من قبل تركيا ليست قرارات ليبيا فقط بل هي قرارات دولية حوالي أقصر من سبع قرارات دولية تمنع عمداد الإرهابيين ومساعدات الإرهابيين وتركيا اخترقت هذه القرارات هناك حذر على ليبيا تركيا تركيا اخترقت هذا الحذر شوفوا نحن نعود الصورة الصورة المقبل الأخيرة هذه الصورة شوفت هذه جاية من تركيا خمور يأخذ في فلوسنا والذهاب بتاعنا ويجيبون لنا في خمور شوف هؤلاء سقاطة اللي يمشوا في هذه التركيا هذا ما يجبون لنا معاهم ويأخذ في الذهب يأخذ في فلوسنا تزللنا الحجارة تزللنا أشياء فاسدة تزللنا تمويل فاسد تزللنا أسلحة مسدسات ألغام تركيا أصبحت خطيرة جدا 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 أتمنى أن يكون هناك تحالف مناطقي أقليمي لمقاومة التغلغل التركي والعمليات الإرهابية التركية أصبحت الآن نحن لا نقول تنظيم القاعدة ولا نقول الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة بل نقول تركيا لأن تركيا هي الحاضنة لهذه الجماعة نكرر في هذا المؤتمر طلب القيادة العامة بفتح تحقيق دولي في الجرائم الإرهابية بمعرفة المجلس الأمن لأن قرارات مجلس الأمن هي التي تم اختراقها هي التي تم اختراقها وبالتالي مجلس الأمن هو المخول بالتحقيق في هذه القضايا تقريبا هذا كل ما لدينا في هذا المؤتمر نراقب في الخرقات الأمنية التركية نراقب في الاجتماعات الخفية التي تعقتنا وهناك نحن ليس لدينا حد الآن أي موقف من هذه الاجتماعات لم نعلن أي شيء حتى الآن سنعلم موقف القيادة العامة من خلال جلسنا مع السيد القائد العام في الأيام القادمة وبالتالي سننقل لكم موقف القيادة العامة سواء من المؤتمر الجامع سواء من ملتقى الجامع سواء من مؤتمر سرط التي سيعد قد قريبا لأننا أعرف حالة الموقف سيليدي وبالتالي أعذروني لا ستطيع أن نعطيكم أي شيء بخصوص المؤتمر الجامع وموقف القيادة من المؤتمرات المنعقدة الآن في نهاية ساعة المؤتمر نحييكم ونؤكد لكم أن قوات مسلحة جاهزة ولكن التعامل مع أي طاري ولكن نحن التعامل العقلاني نتقدم حسب رؤية معينة رؤية تضمن سلامة السكان لأمامنا سلامة المدنيين تضمن تطبيق مبادئ إعلان حقوق الإنسان تضمن كذلك أننا نتقدم ولا نتراجع وبالتالي المعركة التقدمية حتى هذه الساعة بإذن الله الأسبوع القادم سنتطقيكم وإذا كان هناك أي شيء عاجل سأكون معكم في منطمر استثنائي